أستاذ أسعد مارون تحدثت السيدة نجاة رزق عن التايمينج هل التوقيت صحيح اليوم؟ نحكي اليوم اليوم الدولار بـ 24 ألف هجرة الأدمغة من لبنان وطبعاً اليد العامل التقنية صارت كتير قليلة عم بيروحوا إلى الخارج هل توقيت انتقال صوت لبنان من إذاعة إلى تليفزيون هو التوقيت المناسب؟ أعتقد أن صوت لبنان يمكن تأخرنا ويمكن هذه الخطوة كان لازم تنعمل من سنوات لأنه لا يمكن إذاعة مثل صوت لبنان متقدمة عريقة لها هذا التاريخ الطويل أن تبقى فقط صوت كان يجب أن تقتحم هذا الميدان وتصبح صوت وصورة وهون هو التحدي الكبير يلي أمامنا يلي نحن اخترنا بملء إرادتنا إذا بدك أن نخود هذه التجربة قد تكون التجربة الأولى من نوعه في لبنان والعالم العربي أنه إذاعة مسموعة إعلام تقليدي مسموعة أن ينتقل بالكامل تقريبا أخذ من الإذاعة نسبة 70% من البرامج ويعمل دورة برامجية كاملة على مدى 24 ساعة أنا بهمني هون شير أنه معظم برامجنا ستكون هي برامج توب شو سنحافظ على خصوصية الإذاعة وبنفس الوقت البرامج لح تظهر بشكل صوت وصورة بكل الوسائل التقنية الحديثة بهمني شير وأكد مثل ما تفضلت نجات في دورة برامجية هاي الدورة فيها حوالي 14 برنامج وفي بعض البرامج الجديدة يلي هتكون موجودة وحن نواكب فيها كل التطورات والأحداث المحلية الأقليمية والدولية على كل حال ستعاونني في اللقاء الخاص الزميلة ميشيل الصيفي استاذ ربيع الهبر الفلسفة الرقمية نعم وحضرتك سينيور فيها كيف سيكون تصنيف صوت لبنان برأيك كإذاعة كتليفزيون أو كهايبريد بعدين رح بتكون أول شي صوت لبنان تليفزيون رقمي يعني بيطلع على الويب سايت على فيسبوك على يوتيوب على يعني على الوسيط يلي بدي يطلع من خلاله هيدا رقم واحد هيدا صوت لبنان وراح يكون صوت لبنان إذاعة صوت لبنان كمان يعني أنا وقت آخر نهار بدي أطلع الساعة خمسة لأرجع عبيتي بالسيارة أنا أدور صوت لبنان دغري بتدور عندي صوت لبنان بردفو ما بعمل جهد كبير حتى يكون عندي صوت لبنان ستبقى صوت لبنان الإذاعة وسكون صوت لبنان التليفزيون الرقمي الذي يستعمل انفراستركتور مثل اليوتيوب أو غير اليوتيوب لحتى يبص برامجه ستأخذ صوت لبنان حلتين حلة تياب الرسمي يلي هي ترادشن الميديا وستأخذ صوت لبنان تياب يلي لابس كاجول وليبس جيلي ومش لابس كرافات يلي بيطلع على البلاتفورم يلي الكل فيون يشوفوهم فمنشان هيك رح بتكون إحدى التجارب الجديدة بلبنان ما بعرف بره شو صاير بس مش صاير شيء أنه عندك 24 ساعة برامج على إذاعة يعني أنا بحس هايك صوت لبنان شكل من أشكال بأف أم تي بي مثلي اللي موجود بفرنسا حتى ستوديو شويشة بيهلق له مع أنه هوني كانت ستوديو كتير أكبر بس رح يكون هيدا الشكل رح مشوه صوت لبنان نزل صار في حدث كبير كيف رح بتكون قادرة تتعطى معه رح يوصل لأفلام كيف بدت بس قد رح بتقدر تنافس لأنه عم بتنافس ب اثنين كبعتين مختلفتين ما رح تضيع العالم بس رح تعمل خيار العالم أنا إذا قاعد ببيتي بطل بدي راديو إذا عندي إنترنت وأنا قاعد بساسكاتشيوان بكندا بقدر شوف صوت لبنان صار بقدر شوف الصوت هيدا الفرق يمكن هيدا شعار كتير حلو صار فيك تشوف الصوت